بحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم آخر لاستعادلات الخاصة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بجانب عدة ملفات اقتصادية وأمنية واستعرض الاجتماع تقريرا عن جهود تأمين الشارع المصري ومواجهة الإرهاب بالإضافة إلى تقرير حول توفير احتياجات المواطنين الأساسية ومن استوانات البوتاجاز والمواد البترولية وشدد رئيس الوزراء على سرعة حل مشكلات أنبيب البوتاجاز والسولار وفي هذا الصدد أكد وزير البترول مجددا أنه لا زيادة في أسعار السولار وأن المنتج متوافر والشحنات منتظمة أما من جانبي فقد أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدأت تنحصر وهناك تنصيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء